السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللي عنده شي غراد الله يقضيه له واللي عنده شي ولدات الله يصلحهم له واللي عنده شي ديون الله يقضيها عليه واللي عنده شي نزاع او شي غضاب الله يطفيه وانطلبوا الله تعالى يجمع شمل لجميع كنبغيون نقول للاحباب الكرام خسنا دائما نبقاوا رفعين اللواء ديل التفاؤل نحن الحمد لله في واحد البلد بلد امين بلدة طيبة ورب غفور بلدنا بلد المغرب بلد الاولياء وبلد الصالحين وبلد المساجد والمآذن وبلد الخمسين الف ختمة قرآن في كل شهر بلد المؤمنين وامارة المؤمنين هذا البلد رغم الظروف العصية التي قد نمر بها بسبب غلاء الاسعار بسبب الضعف في الميزانيات بسبب الارتباك الذي قد يكون في بعض القطاعات كل هذا ان شاء الله تعالى سوف يزول اللي خسنا ندروا دائما هو انقاو متفائلين واندروا اليد في اليد جميعا ابناء الوطن حكومات وشعب ونقابات وجمعيات ومسؤولين الجميع اليد في اليد لأننا نحن نركب في مركب الوطن هو عبارة عن مركب ونحن نسير في هذا المركب وعندنا قائد ملهم وعندنا ان شاء الله امل ان نصل جميعا امينين الى بر الامان وبغينا الشباب دينا جميعا جميع الشباب على اختلاف مستويتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم الكل يجد لهم موقع قدم في هذا البلد الامين والكل يأخذ نصيبا من الكعكعة التي تزخر بها هذه البلدة الطيبة اسأل الله تعالى ان ينفع بالجميع وان يبارك في الجميع ودائما وصية هي ان الانسان لا يستسلم لليأس ولا يستسلم للقلق ولا يستسلم للحزن دائما كل انسان متفائل وليقول لرب اسمه الكريم لرب اسمه الرحيم لرب اسمه اللطيف وان شاء الله ستفرج ان شاء الله ستفرج للجميع بفضله ومنه وكرمه اذا تدخل المولى عز وجل فانه يعطي بالاسباب وبلا اسباب وضد الاسباب واذا توكل العبد على خالقه بيقين سوف يرى ما يدهشه فالمستقبل لنا والوطن لنا والخير كله لنا فضلا من الله وإكراما قولوا جميعا امين 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 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله السلحاة اهلاء الشريفة كده اهل السلحاة لابس antagonيك الله يحفظك ورعاك ويباك فيك يابت الحمد لله بيخليك اهل السلحاة شبت نصورك لالله رحم الوليدين ايه؟ جر معي عشي يدعو الله يرحم لك الوليدين انا كنت عينة شوي فقح في الله يرحم لك الوليدين ايه؟ يود�me لناieux ولداتنا الله يهديهم وفقهم للخير نشاء الله وفق راح تنحلنا للخير نشاء الله السكرة يبانا تنحفظ شوية تلك القرآن ما كيبغيت شدية في دماغي وشمع المشاكل مع ديال الدراري ولا ولا ما ما نعرفاش عن قول لك السي الحاج والتعي معنا الله يزارك بالخير بارك الله فيك لله إن شاء الله يا ربي يزارك بالخير ياربي يتني بإذن الله جميع المسلمين قاعد لي مرضى ان شاء الله يودى السي الحاج ياربي يأمين ياربي يأمين لنا فاطمة ان شاء الله وارحمه الوليدة وارحم جميع المؤموات ان شاء الله تتسي الحاج جزاك الله الفخير شكرا لك ياربي يأمين وتتسي الحاج ياربي يأمين لنا فاطمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله